اشهد سعادة السيد علي بن محمد الرميح وزير الاعلام بالرؤية الحكيمة والثاقبة لصاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد الخليفة وللعاد رئيس مجلس الوزراء في قيادة فريق البحرين بكفاءة وفاعلية لتجاوز تداعيات جائحة فيروس كورونا وتعزيز نجاحات المملكة كأنموذج عالمي رائد في المحافظة على الصحة والسلامة العامة واستدامة المسيرة التنموية الشاملة لحظرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى واعرب سعادة الوزير عن فخره واعتزازه بكلمة سمو للعهد امام منظمة الصحة العالمية باعتبارها خريطة طريق امام المجتمع الدولي للاستفادة من التجربة البحرينية الرائدة في تحويل التحديات الى فرص وادارة الازمة بروح الفريق الواحد عبر اجراءات استباقية فعالة واتدبير وقائية واحترازية مبتكرة عززت ثقة المجتمع في المنظومة الصحية ودعم التحول الرقمي ومراعاة البعد الانساني في الحد من التداعيات الاقتصادية والاجتماعية للجائحة باطلاق حزمة مالية واقتصادية بقيمة تفوق 4.5 مليار دينار لإسناد الافراد والقطاعات الاكثر تضررا واشار الى التزام الاعلام الوطني بمنصاته الاخبارية والرقمية بتأدية رسالته بمهنية وشفافية من خلال توعية المواطنين والمقيمين بالحقائق والمعلومات الصحيحة في مواجهة الشائعات والاخبار الزائفة والمشاركة في انتاج وبث الحصص التعليمية المتلفزة وتحفيز المسئولية المجتمعية وروح التضامن في مواجهة الجائحة وبيان قصة نجاح البحرين في تطعيم 93% من السكان المؤهلين وتحقيق اعلى معدلات التعافي في العالم وغيرها من الاجراءات التي اشادت بها منظمة الصحة العالمية باختيارها المنامة مدينة صحية ومقرا لمكتبها الرسمي واكد سعادة السيد علي بن محمد الرماح وزير الاعلام ان مملكة البحرين بقيادة صاحب الجلالة الملك المفدى ودعم صاحب السمو الملكي وللعهد رئيس مجلس الوزراء ماضية بعزيمة وثبات في مسيرتها التنموية الرائدة والمستدامة في اطار خطة شاملة للتعافي الاقتصادي تتضمن مشاريع تنموية واستراتيجية طموحة بقيمة تتجاوز 30 مليار دولار ومبادرات تشريعية وحوافز تجارية لتعزيز قدرات المملكة على جذب الاستثمارات وتشجيع القطاع الخاص بما يسهم في تنويع مصادر الدخل وتنمية القطاعات النفطية وغير النفطية وتوفير المزيد من فرص العمل والتدريب امام المواطنين باعتبارهم الخيار الاول في سوق العمل وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي وتحقيق التوازن المالي بحلول عام 2024